بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله طيبين الطهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد واللعن الدائم على عدهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين كان الكلام في مستحبات التكفين بقي هناك مطلب واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابن إسماعيل إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبة عليه ومكتوبة به كان الكلام أنه يستحب أن يكتب على الكفن اللي تقدم أنه يكتب على هذه الأجزاء يكتب اسمه وأنه يشهد شهادتين يعني أن فلان يشهد شهادتين ويكتب اسمه الأمة عليه السلام وين بالتربة الحسينية وبالتربة الأبية وين يكتب على العمامة والقميص والإزارة والحبرة والجريدتين هنا يقول أن الوارد في الخبر أنه الإمام الصادق كتب على حاشية عندما توفي ابنه إسماعيل كتب على أطراف الكفن وحاشية كفنه أن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فكتب في حاشية كفن الأصحاب يعني الفقهاء ماذا أضافوا عليه هم من ناحية الكتابة هم من ناحية المكتوب هم من ناحية المكتوب به الكتابة مقصود مثلا يشهد الشهادتين وصار الأم مثلا هذا شنو من ناحية الكتابة يعني النص اللي يكتب المكان اللي يكتب عليه الكفن أم كتبه مثلا قال حاشية كفنه فهم أضافوا ذن للأجزاء جريدتين وحبرة وكل ذن للأجزاء الكفن ذكره وأيضا أضافوا عليه من ناحية الشيء اللي يكتب به الحبر الذي يكتب به بأي شيء يكتب يكتبه مثلا بالتربة كربلاء والتراب الأبيض الشيء الثاني يقول أنه الرواية نحن اطلاق كل ما صدق عليه عنوان الكفن فنحن نكتب أما الجريدتين لا يصدق عليه عنوان الكفن لأنه ليس من أجزاء الكفن وحتى العمامة ليس إلا نعمل التجوز وإنما سار الأجزاء يصدق عليه كفن بخلاف الجريدتين لا يصدق عليه كفن ولذا كل الأجزاء رح يشمله خب أولا أصل الكتابة صار مشروع هذا واحد وثانيا أنه هذا أمر متبرك يعني الكتابة تربة كربلاء بيتبرك خب إذا كان بيتبرك وإذا مثلا التراب الأبيض بمثلا الشرافة فإذا نحن نكتب بالشنو بذني الأمور بعد أن تبت أصل جوازه ونكتب على كل أجزاء الكفن فإذا نحن إطلاق روايات كتبة على الكفن معناته يجوز معناته الكتاب على الكفن جائز هذا أصل المشروعية للرواية فإذا كان العمل مشروعا فنحن نضيف عليه شنو لأجل التبرك هذه الأمور ولذا يقول يقول وزاد الأصحاب الباقي كتابة يعني الزيادة هو اللي مروه في الرواية على حاشة كفنه أما الباقي اللي ذكر أربع أفراد خمس أفراد جريدتين وكل أجزاء الكفن ذكره أجزاء يقول كتابة النص يعني هم الشاهتين وأما اسمها الأمة ومكتوبا عليه وهم الناحية اللي نكتب أجزاء الكفن والجريدتين ومكتوبا به يعني الشيء اللي نكتب به اللي عبارة عن تربة كربلاء أو التراب الأبيض ليش؟ للتبرك أولا بتبرك ولأنه خير محظ هذا فعل بعثبوتي أصل شرعي أولا فعل جائز شرعا مو فعل محرم ولما كان جائزا نسأل سؤال الكتابة ذن الأمور بخير أمر حسن وخير لو محسن أمر حسن فإذن لأجل تبرك لأنه أمر حسن ومع أنه من جهة أخرى أنه أمر شرعا جائز فإذن لأجل هذه الأمور شو نسويه؟ رح نكتب على كل أجزاء الكفن ونضيف هذه الإضافات يقول وبهذا اختلفت عباراتهم يعني لأجل هذا الأمر رح تصبح عبارات الفقاء اختلفوا فيما يكتب عليه من أخطاء الكفن يعني إذن الكفن اللي نكتب عليه شنو للموارد بالنص فاختلفوا واحد قال حبرة واحد قال عمامة واحد قال جريدتين الأجزاء اللي قرأناه في الدرس السابق هذه العبارة يقول يقول وتكتب على الكفن وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأمة بالترب الحسيني ثم بالترب الأبيض على العمامة والقميس والإزارة والحبر والجريدتين فيقول هذا الأجزاء اللي ذكرناه شنو الفقاء باعتبار أنه ما وارد بالنص النص قال كفن فالفقاء عماموها وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور يعني هذا الضابط اللي ذكرناه أنه خير محض وأنه لأجل تبرك وأنه فعل مشروع لا يكون هذا الفعل مخصوص بما ذكرناه بل يشمل جميع أجزاء الكفن يعني مثلا مأزر ما ذكروا مثلا هذا يوم رح يشمله بل يشمل جميع أقطاع أجزاء الكفن في ذلك السواة بل هي أولى من الجريدين بل يعني تترقى يقول مو فقط يشمل جميع أجزاء الكفن بل هي جميع أجزاء الكفن أولى من جريدتين يعني الفقاء ذكره جريدتين والحال الجريدتين ما مذكور بالوائل المام الصادق وإنما المذكور شنو كفن حاشة كفنه أطراف كفنه فعنوان الكفن يشمل جميع أجزاء الكفن جميع أجزاء الكفن وأما لا يصدق على شنو جريدتين فإذا إذا شمل الجريدتين راح يشمل جميع أجزاء الكفن بطريقين أو لا وليخط الكفن انحتاج إلى الخياطة هناك مسألتين المسألة الأولى أنه إذا أحيانا الكفن يحتاج إلى الخياطة هل يخاط الكفن يقول نعم يخاط ويستحب أن يكون بخيوط من نفس الكفن وليس خيط من خارج الكفن هذا واحد إذا احتجنا إلى الخياطة يعني كفن مشقوق كفن أكو بالشق أكو بالزرف أكو بالثقب ماذا نفعل نحن نجعل بخياطة من نفس الخيط نأخذه من نفس القماش هذا منه هذا المستحب الأول المستحب الآخر ولا تبلو بالريق يعني عندما يريد يجعل عندما يدخل في ثقب الأبرى الخيط عادة يبل بمن بريقه بفم ريقه برطوبة ريقه يقول لا تبل برطوبة الريق مثلا يأتي بماء مثلا يبلله بالماء يقول هذا المشهور حكم بهذه الأمر وأما أنا شهيدة ثاني ما وجدت رواية في هذين الحكمين يقول وليخط الكفن يعني يخيط الكفن صار يخط باعتوانا أنه لم لم نهية فيخيط صار مجزوما وعلى ما جزب حث في حرف الألة صار يخيط صار وليخط وليخط الكفن إن يحتاج إلى الخياط يعني خياط الكفن كيف يكون إذا احتاج إلى الخياط بخيط نفس خيوط الكفن مستحبا من نحو الاستحباب وأيضا لا تبل بالريق على المشهور فيما يبل الريقة وهم في مسألة الخياط بالنفس الخيط ولم نقف فيهما في هذين الحكمين على الرواية على أثار ويكره الأكمام المبتدأة الآن يشرع المصنف بذكر بعض المكوهات المكروه الأول أن يجعل للميتي في قميص الميت كوم خب هذا قال الكم المبتدأ الشيء الثاني يقول احترز عن الكم المبتدأ يعني ابتداءا نجعل له كوم يعني الآن قماش نأتي بقماش ونصنع منه شنو قميص الميت اللي يكون كان من كتفه إلى نصف ساقي إلى أطراف ساقي هذا شنو كان؟ كان القميص في القميص في القميص ما ذكر لم يذكر في القميص أنه خب القميص ما بكم إذا يجعل له كمين يعني يدخل يديه ما في الكمين هذا يكون مكروه هذا كم مبتدأ يعني نجعل نصنع له أما إذا ألبسنا الميت ما عنده كفن ألبسناه ثوبه يعني كفنه بنفس ثوبه فثوبه بكم عادة لأن الثوب قميص والقميص مخيط وفيه كم ونيقول ما بإشكاله هنا بعد لا يكون مكروهان غاية ما في الأمر إذا يوجد فيه أزرار يقلع ويشلع هذه الأزرار الدكم والأزرار يحذفان ويقطعان منه ويقصان منه يقول ويكره الأكمام المبتدأ يعني إذا صنعنا قميصا نجعل له للكفن كمون هذا مكروه واحترزه بالمبتدأ عما لو كفن فيه قميصه الميت كفنه فيه نفس القميص قميص الميت فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار غاية ما نقطع الأزرار منه من المكروهات قطع الكفن بالحديد يعني يقص بقصود من القطع نقص يعني يقص الكفن بالحديد يعني بأمر بشيء من حديد يعني كان مقاص أو كان مثلا سكين أو نحو ذلك شيء حاد هذا إذا كان من حديد هذا مكروه بعدين شيء ثاني يقول قال الشيخ الطوسي سمعناه مذاكرة يعني مشافهة من علمائنا وأساتذتنا من الشوخ يعني من أساتذته اللي هم علماء واروات وعليه كان عمله وهو أيضا كان يعملون به أما أنا ما شفت فيه رواية من جملة المستحبات من جملة عفا المكروهات لأنه يكره أن يجعل له كم مبتدأ ويكره الكفن بالحديد قطع الكفن وقص الكفن بالحديد ويكره الثالثان شنو جعل الكافور مو بلا مساجة مستحب ولكن جعل الكافور في سمعه وبصره هذا مكروه رواية أخرى أقول مستحب الشيخ الصدوق قال مستحب تمسكا بهذه الرواية الشهيد الأول والشهيد الثاني قالوا بالكراهة لتمسك برواية أخرى الشهيد الثاني يقول الرواية التي دلت على ما ذهبنا إلى الكراهة أشهر وأصحه من الرواية التي دلت على الاستحباب يقول وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر خلافا لشيخ الصدوق حيث جعله استحبا استحبه استنادا مفعول له يعني مفعول لأجله لأجل الاستناد إلى رواية معارضة يعني استناد إلى رواية فإذا دليل ذكر الآن يريد يرد يقول هاي رواية تعارض رواية اللي دلت على الكراهة بقى صحة منها وأشهر رواية اللي تعارضه هم أصح وهم أشهر اللي دلت على الكراهة يستحبه يستحبه اختصال الغاسل قبل التكفيني غسل المس إن أراده هو التكفين أو الموضوع شخص الذي الغاسل إذا افترضنا مسل ميت واجب عليه غسل مسل ميت الآن صار محدث بالحدث الأكبر واجب عليه الغسل وأيضا إذا اغتسل هالغسل هو يجزي عن الوضوء لا يجزيه لماذا لأن الثابت فقط أن الغسل الجنابة يجزي عن الوضوء ولعله بعض الأجزاء الأخرى على الخلاف الموجود قدر متأقن غسل الجنابة أما غسل مسل ميت لا يجزي عن الوضوء يحتاجه إلى الونوء ولذا لابد أن يتوضع هذا الوضوء الذي يتوضعه مو وضوء من قبيل وضوء اللي ما يرفع الحدث لا وضوء يبيح الدخول في الصلاة وضوء رافع للحدث أو وضوء شنو طبعا إذا اغتسل وتوضأ هذا الوضوء رافع للحدث ويجزي أن ينوي فيه إباحة الدخول في الصلاة أو لا من باب أنه يقع التكفين على الوجه الكامل على الوجه الأكمل الغاسل المكفن عفوا إذا أراد أن يكفن الميت على طهارة وعلى وضوء هذا فعل كامل بدون وضوء هذا فعل ناقص أيها أفضل فيجوز له أن ينوي بهذه النية أنني أتوضأ لأجل تكفين الميت نعم فإذا التوضأ بنية رفع الحدث طبعا هو مختصر بنية رفع الحدث ومنية إباحة الدخول في الصلاة وبنية أن يقع التكفين على الوجه الأدهم لأنه أحد غايات الوضوء شنو أنه ينوي لأجل تكفين للمستحبات أن يكون المكفن على طهارة على وضوء فإذا إذا مس الميت توجه عليه مستحبان المستحب الأول غسل مس الميت وهذا لا يجزعني الوضوء المستحب الأخر التوضأ وهذا الوضوء ليس من قبيل الوضوء الذي يكون حراما فعله ليكون وراء الجنابة لأن في الجنابة إذا غسل الجنابة التوضأ يكون غير مشروع غير جائس أما الوضوء بعد غسل مس الميت مشروع وواجب لو واجب إذا واجب عليه الصلاة يعني هذا مقصود واجب وإذا يقول ويستحب اغتسال الغاسل طبعا هذا إذا هو يريدي كفن وهو مس الميت أما إذا شخص آخر هم واجب مستحب عليه يقول بطريقة أو لا يعني إذا أوجبنا غسل الغسل على من مس الميت خب إذا واحد مجنب بحدث أكبر مس الميت الحدث الأكبر الذي قد جاءنا من نفس الميت فقلنا يستحب عليه أن يغتسر فكيف من كان محدث بالحدث الأكبر بسبن هو أجنبي له الجناب فإذا بطريقة أولى يستحب ويعني الغاسل شخص آخر مو نفس الشخص يعني هذا الكلام كان إذا غاسل مس الميت وأراد أن يكفن الميت يستحب بعد التخسيل يغتسل ويتوضأ ثم يكفن الميت سؤال آخر إذا شخص مجنب محدث بالحدث الأكبر هل مستحب عليه أن يغتسل ويتوضأ يقول يستحب بطريقة أولى لأنه إذا قلنا يستحب على نفس المغسل المحدث بالحدث الأكبر بسبب نفس الميت يستحب عليه الطهارة فكيف لمن صار محدث بالحدث الأكبر بسبب أجنبين وسبب آخر لغا الجنابة فبطريقة أولى يستحب عليه أن يغتسل من غسل ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الميت طبعا قبل أن يكفن أو غسل الميت صار واجب عليه الغسل يغتسل ويتوضأ ثم يكفن قبل تكفينه يغسل غسل الميت إذا أراد هو التكفين أما إذا شخص آخر هو على طهار يبدو يكفن بعد هذا مسألة أخرى أو الوضوء يعني يغتسل أو يتوضأ هذا الوضوء الذي يجامع غسل الميت خب للصلاة يعني يجامع إذا يجامع غسل الميت للصلاة يعني إذا شخص مسأل الميت وأراد أن يصليه ماذا يفعل يجب عليه أن يتوضأ هذا الوضوء هذا وضوء الميت يجامع أنه هذا الشخص الذي يمس الميت إذا اختسله إذا توضأ هذا وضوء يجامع الغسل يعني يجتمع ما يكون حرام ما يكون غير مشروع في غسل هذا احتراز عن غسل الجنابة غسل الجنابة إذا مجنب اغتسل بعد ما يحتاج إلى الوضوء وإذا توضأ يكون غير مشروع أما من مسأل الميت محدث باللحدث الأكبر واجب عليه الغسل يختسل ثم بعد ذلك لابد أن يتوضأ للصلاة وهذا وضوء للصلاة يجتمع مع منه مع الغسل بل يجب عليه إذا أراد أن إذا كان صلاة واجبة فينوي إذا كان هذا الوضوء يجامع إذا كان هذا الوضوء من هذا القبيل فإذا ينوي بها نيات ثلاثة إما ينوي بإباحة دخول في الصلاة بهذا الوضوء طبعا هو مختسل وينبي إباحة دخول أو رفع الحدث أو إيقاع التكفين على الوجه الكامل على الوجه الأكمل الوجه الأكمل شنو؟ فإنه منه التكفين من جملة الغايات المتوقف على الطهارة يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يكفن يكون على الطهارة فإذا إذا ما دام كان من غايات الطهارة فينوي بهذا يقول أتوضأ بنية التكفين الذي أكفن الميت أما هذا الاستحباب يسقط إذا خاف على الميت حس إما خاف على الميت أنه إذا أتوضأ يأخذ وقت مثلا استغرأ عني وقت لتحضير الماء مثلا وأنا نخاف على الميت بس من خلال مثلا أفرض حر شديد جدا والميت إذا بقي احتمال أكون الميت أخذ رائحة فإذا ماذا نفعل هنا يسقط في حق هذا الأمر أو لا ماكو ميت أو ماكو مي فهنا هنا شيء سوي يغسل يديه من المنكبين يغسل يديه من المنكبين حتى يجب عليه غسل المس الميت فيغسل يديه وهذا عمل يقول لو اضطر لخوف على الميت إذا أخر أو تعذرت الطهارة يعني هذا نفس الشخص الغاسل صحيح يجب عليه الغسل لكن الآن معذور الآن مثلا يصب الماء هناك عدة جرح هناك عدة صب الماء عليه الآن مزيان إليه يضره أو تعذرت الطهارة أو ماكو مي غسل يديه من المنكبين ثلاث مرات ثم كفنه هذا البديل عن الطهارة بديل عن طهارتين الوضوء والغسل ولو كفنوا هذا إذا كان الغاسل والمكفن شخص واحد أما إذا كان المكفن شخص آخر ولو كفنوا غيروا الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطحران هناك أيضا يستحبوا يقول على الأقرب مسألة خلافية أيضا يكون على طهارة ليش لفحوى يعني أولوية اختصال الغاسل إذا قلنا الغاسل كان نفس شخص الغاسل المكفن واجب يستحب عليه أنه يغتسل ويستحب عليه أن يتوضع فإذا كان اللي يجب عليه الغسل يعني من كان في حقه غسل أو في حقه الوضوء بطريق أولى يستحب في حقه إذا كان شخص آخر يعني غير الغاسل يلذي كفه وكان محدد بالحدث أصغر أو أكبر هنا يكون على طهارة بطريق أولى يعني إذا قلنا هناك مستحب هنا يستحب طريق أولى وجه الأولوي طبعا هذا الأولوي قد نوقش فيه ولكن منحو لأجمال بيان حتى لا يرد عليه إشكال بهذا البيان أنه نقول إذا شخص الغاسل كان نفس الشخص إذا كان نفس الغاسل يريد يكفن وثبت بدليل أنه في حقه أكو استحباب خب غسل مسل الميت غسل حدث أكبر من أين جاء من نفس الميت مع ذلك قلنا يستحب التطهير الطهارة منه خب فكيف إذا كان هذا الشخص محدث بحدث أكبر منشأه نفس الميت وأنه منشأه جناب وأمر آخر فبطريق أولى يستحب كذلك في الوضوء ولكن بوضوء الأولوي مو كلش واضحة على كل حال ولذا أخذ إشكال على المصنف الرابع الصلاة عليه الحكم الآخر قلنا أحكام الميت أربعة احتضار كان وكان أيضا تخسيل الميت وتكفين الميت إلى أن وصلنا إلى الصلاة على الميت كل طفل كل واحد بلغ من العمر ست سنوات من الفرق المحكم بإسلامها فيجب صلاة الميت فإذن الصلاة على الميت إذا كان عمره ست سنوات واجب أقل من ست سنوات مستحب فإذن الميت ما أكمل ست سنوات صلاة عليه مستحب أكمل ست سنوات بلوه أكثر من بلوه هذا كله صلاة يكون واجبة يا ميت الميت المسلم سابقا تقدمه من يجب عليه المسلم اللي يجب أنه نغسله كل مسلم منه كان من شهدت شهادتين أطفال المسلمين ومجانين للمسلمين وبعد لقيت دار الإسلام ولقيت دار الكفر وفي دار الكفر هناك مسلمين يحتمل أن يكون هذا الطفل منهم وكذلك الطفل المسبي وسابقا مسلم بناء على الحاق المسبي بالسابي المسلم ذلك مجموعة أطفال أشخاص محكمين بإسلامهم هناك ثلاث فرق غير محكم بإسلامهم الفرق المسلمين المسلمين ما عداهم مجسمة النواصب والخوارج اللي يخرجون على الإمام هؤلاء لا يجب عليه الصلاة عليهم يحرم فإذن يجب الصلاة على كل من شهدت شهادتين ذو الفرق اللي ذكرناهم والباقي لا يجب الصلاة عليهم حتى لو إذا بلغ ست سنوات إذا أقل من ست سنوات الصلاة تكون مستحبة حتى لو مبالغ الصلاة تكون واجبة يقول الرابع الصلاة على الميت وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله قلنا الغسل على من واجب ذو للطواف من شهدت شهادتين أطفال المسلمين مجانين المسلمين لقيت دار الإسلام أو لقيت دار الكفر وفيهم مسلمون يحتمل أن يكون منهم والمسبي طفل المسبي اللي ألحقناه بالسابي المسلم منان على الإلحاق عدا الفرق المحكم بكفرها من المسلمين اللي من مجسمة والخوارج والنواصر خب يبقى أجزاء الميت يقول وواجبها أجزاء الميت عبارة عن مجموعة واجبات أولها القيام والنية وخمس تكبيرات أو أربع تكبيرات وفيها تفصيل نبينها في الدرس اللاحق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل طيبين الطهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد